هنبتدي من أول مباراة مباراة أسوان والاتحاد سكندري كلنا طبعاً جامهير كلها كانت مدهبة وعاوزة تشوف نادي أسوان التشو بتاعته حلوة الكابتن طبعاً ربيع ياسين الناس كلها كانت بتطالب أنه بياخد فرصة طبعاً في دوري ممتاز مدرب كبير جداً والمباراة مع أسوان بالضبط وانتدابات كبيرة جداً جداً ومباراة كانت موجودة في أسوان طبعاً العين كلها كانت على إيفونا صفقات أسوان هايسة معرابي عمل صفقات كتيرة جداً طبعاً إيفونا وإحمد حمودي والناس كتيرة قوي أسوان قدر ينتدبها والناحية الثانية طبعاً شفنا الاتحاد السكندري عارفين النادي الاتحاد للضغوطات الجمهرية اللي عليه كتير يا كريم خليته أنهما يروحوا يتعاقدوا مع زوران مدرب أجنبي بيقلت ضغوطات كتير جداً عن المدرب الوطن الموجود في الاتحاد السكندري شفت إيه بقى النهاردة شفت النهاردة نادي أسوان كابتن ربيع سين بلعب تريباً من نفس طريقة بيتروجيتا ما كان بلعب في متاسبي 3-4-3 ولكن طريقة النهاردة كانت 5-4-1 هو سابع الاستحواس كله لنادي الاتحاد السكندري كان خطوط كلها بتاعة نادي أسوان كانت قريبة من بعض لعب 5-4-1 وكان اللي اعتماد بشكل كبير على الكونتر اتاكس لإيفونا ولكن إيفونا ظهر بشكل مخايب جداً للأمال هنشوف الأحصائيات بتاعة إيفونا نادي أسوان ما كانش لي خطورة الأية خطورة على مرمى التحاد السكندري ده مش إيفونا النسخة الأصلية بتاعة الاتحالية لسا كريم لسا جماعة لو معنا ننشوف الحصائيات إيفونا وقبل ما نشوف الحصائيات إيفونا برضو الناحية التانية التحاد السكندري عمل تدعمات وهنا بقى هتكلمك على دور التدعمات يا كريم حصائيات إيفونا حصائيات إيفونا راجل تول 90 دقيقة مشاتش غير كرة واحدة بس والكرة كانت خارج المرمى وكانت وحشة أوي الهجمة وحيدة كانت موجودة لإيفونا تمريرات عمل 11 تمريرة بس من 15 تمريرة بنسبة 73% لمس الكورة 22 مرة وده قليل جدا عمل خطائين فقد الاستحواز الكورة مرة واحدة ما شاتتش الكورة ولا اعترض الكورة ولا مرة ولا التحام أرض يا كريم قدر يكسبه وكسب من الالتحامات الهوائية وده اللي كانت مفاجأة بالنسبة لني كسب كورة واحدة بس من 6 كورة بالضبط كده عايزين يشوف الكورة اللي ضياحها إيفونا ويمكن يكون دي الطريقة اللي كان بيعتمد عليها النهاردة الكابتن ربيع عايزين هو بيلعب كومباكت ومدايق المساحات كلها بشكل كبير جدا وبحيث ان هو أول ما يختف الكورة محمد حمدي زاكي حاول لعب الكورة هذه الكورة شفنا إيفونا محمود علاء بيعمل ولكن كورة كريمة عشان اقول شوطة وعشة أولا الناس تكون شوطة وعشة جدا قبل ما نكمل الحالات عاوز أقولك على حاجة نبص برضو احنا كم نتكلم على التدعيمات كريم بتاعة نادي أسوان نتكلم برضو على تدعيمات نادي تحاد سكنداري ونشوف برضو قد إيه الصفقات الجديدة النهاردة ممكن تكون فارقة مع الأنداء كتير وطبع لسه نتكلم على السرمية كوليباترا هنا طبعا نجم نادي المصري ما عرفش إزاي برضو نادي المصري فرد فيه وساموتو هنا برضو نزل سحب معادي الكورة الوحيدة اللي اتخلخل فيها دفاع نادي أسوان نشوف بقى الكورة هنا عاوز أقولك كريم على الصفقات تدعيمات مهدي سليمان واحد من أفضل اللعيبة والحراس المميزين جدا في الكورة المصري وكان زميل اللي هي صابق في نادي أمبي طبعا تقلق بشكل كبير جدا جدا هنا ده الكورة الجون اللي جاية كريم بص يعني الراجل أموتو مستموت على الكورة الكورة جات وردت عملت باوند وراكن برضو راجل بينزل وعاوز أقولك الحاجة اتحاد سكنداري كان أول يعني في نص الشوت التاني كان الكمباكت جامد قوي منه نادي أسوان راجل منزل مبلولو اللي هو كان الفيرود أساسا الرئيسي بتاع اتحاد سكنداري سنة اللي فاتت وغير الطريقة الـ 4-4-2 عشان يلعب على العرضيات عشان انت أكيد عارف يا كريم ان الكورة العرضية هي الحل الوحيد للتكتل الدفاعي وانتهت المباراة بفوز الاتحاد السكنداري بالصفقات الاتحاد السكنداري اللي فرقت معاب شكل جبير جدا تقلقوا مهادني السمان وقموتوا هنقف للحظة فضل خليك معايا أنا معايا